طيب برضو النهاردة أنا بحاول أن أنا أتكلم في كل المواضيع اللي الجمهور الأهلي دايما بيتكلم فيها وبيبعتها لنا وبقول لحضراتكم على الحقيقة كما هي أنا بغيرش أي حاجة أنا بقول الحقيقة كما هي النهاردة اتقال أنه جمهور بالميرس هو الجمهور اللي واخد تلات تربع الملعب مظبوط هل احنا شوفنا ده بعينينا فما حدش يقدر يقول مزلا لا جمهور بالميرس هو اللي كان واخد تلات تربع الملعب طب هو ليه جمهور الأهلي ما خدش تذاكر أو ما خدش الأماكن بتاعته في الملعب هقول لحضرتك وبرضو خلينا نتكلم دايما بالمنطق وبالعقل أنا مشجع مثلا يعني أنا مشجع برازيلي وفرقتي معروف أن هي هتلعب النهاردة بقالها شهر ونص شهرين خلاص فبعمل ايه من وقت القرعة معروف أن أنا هلعب النهاردة بل ميرس معروف أنه هلعب النهاردة أول ما الاتحاد الدولي فتح التذاكر بتاعته على الانلاين دخل كل الجمهور البرازيلي وخد معظم التذاكر جمهور الأهلي لازم يستنى لغاية لما الأهلي يلعب مونتر ريه جمهور النادي الأهلي بالعقل من غير أي حاجة ومن غير أي كذا واصل مش عارف مين ما عملش ومين ما خلاش ومين ما سواش خالص ما هو الموضوع كده زي ما بقول لحضرتك أنه اتفتح الانلاين هم عارفين أن هم هلعبوا النهاردة عملوا تذاكرهم وخدوا التذاكر بتاعتهم واللي دخل كأنه مشجع أهلاوي واللي دخل كأنه مشجع برازيلي وخلاص وخدوا تلتة ربع التذاكر لكن لو جمهور النادي الأهلي مثلا طب ليه ده ما حصلش المطش اللي فات لأن جمهور النادي الأهلي عارف أن أول مباراة للنادي الأهلي هتبقى يوم خمسة وبالتالي من يوم القرعة وبالتالي دخل جمهور النادي الأهلي وخد تلتة ربع الأماج المباراة السابقة نفس الوضع بالزبط هو اللي حصل النهاردة في هذا الأمر كده يبقى احنا الحمد لله غطينا لحضرتكم إيه اللي حصل في التلت أمور الأمر اللي حصل الصبح والبيانات اللي حصلت من الجهات المختلفة ثم المباراة والطمن الحقيقة على معظم اللاعبين وزي ما حضرتكم قبلنا على طول كان الستوديو التحليلي متواجد مع الكابتن أيمن شاو ايه وتكلموا في كل الأمور الخاصة يعني لو أنت قعب تتفرج على الستوديو التحليلي في قناة الأهلي بتجد كل الدعم للفريق للمباراة القادمة وفي نفس الوقت بينتقدوا الأداء اللي في الشوت الأول اللي بالمناسبة بيتسو موسيماني نفسه انتقدوا اللي بيتسو موسيماني نفسه انتقدوا في الشوت الأول انتقد نفسه وانتقد اللعيبة موسيقى موسيقى